نحن بالنسبة للمدى 122 نشوفه فيها في هذه الفترة هذه خاصة أنها التفاف على مطالب الشاب يعني الصالحية على الجيش الآن هو أنه يضمن الانتقال الديمقراطي يضمن الانتقال الديمقراطي وتكون في سلمية وسلمية تامة الحاجة التي نشوفها رائعة في هذه الفترة هذه أنه ينتقى كبيرة بين الجيش والشاب أنه حتى في المسئلات يعني رأيسات ساعة أنه الجيش أنه الشعب يقوله خوا خوا يعني من خلال الشعب راح نتنازلوا راح نتنازلوا على كل شيء كاين عصابة في الدولة كانت من الفوق والناس قاع راح يعارفوا والناس قاع بالصح إلا الش إلا الجيش قل لك لا كاين رأس للجيش تحرير ورام دير انتيقة كبيرة ولهذا احنا كنا دايما نقوله باللي أنه الجيش تحرير وعلى رأسه القايد صالح لازم يكون في المستوى وفي فترة صغيرة وحساسة كما هذه المادة هذه تفعيلتها المادة 102 راح يكون راية لأنه دايما دايما ما نقولهش باللي المادة 102 لتطبيق تاحا وتفعيل تاحا راه حاجة سلبية لا راه حاجة مؤتمنة ونتمنها بالنسبة للشعب وين كنا ورانا الآن لكن شوفوا على مواقع التوصل إلا أنه إلا أنه لازم نكملها بالمادة سبعة أنه سيادة كلها للشعب الجزائري أكيد من خلال هذا الموضوع اللي راه راية قلنا راه الأمور راه تتسارع والأحداث راه تتسارع كين أمور ما لازمش لازم نستغلوا هذه الفترة هذية لقد قد ما تكون سلمية وراهي طولة الحالة قد ما الجيش لازم نظركها الآن لازم الناس يكونوا حكامة البلاد هذه نحبوها وما نحبو لهاش الخراب وما نخليوش ناس واحد داخرين اللي كانت عندهم صلاحيات لأنه الناس علاش مرامش قابلين ما مش قابلين مئة وسبعة يروحوا مئة وسبعة وما را مش قابلين الناس واحد أخرين بالمئة وثنين والناس واحد أخرين ما يقبل لكش مئة وربعة يعني كل واحد كلام فيسبوكي رأي حكدك بالصحيات جمعة لازم نكونوا حكامة إحنا نقولوا باللي الآن لازم الجيش اللي رانا دينين في اهتيقة والشعب الجزائري ويقول الجيش والشعب خوا خوا لازم يكون نازيه ولازم يتنازل الناس هدو لازم نضحيه بهم اللي ضحاوا اللي ضحاوا بالعمال واللي ضحاوا بالشعب الجزائري واللي دهوا ونهبوا الأموال تأشعب الجزائري المغبون هذا يا لازم نضحيه إحنا يا الجيش هذا لازم يضحي بهم شكرا